موسيقى السلام عليكم ورحمة الله في حلقة اليوم من فضاحر نناقش فيها مصير الحل السياسي ومدى قابلية الوضع لتطبيق التسويات اليزئية التي يتم تسويقها بوصفها حلولا جاهزة وسريعة موسيقى تمضي الأزمة اليمنية في طريق لم يعد له من ملامح البداية سوى بعض اللافتات المتآكلة الحل السياسي الذي انطلق بعد الحرب بأشهر للبحث عن حل للأزمة على أرضية إنهاء الانقلاب وعودة السلطة الشرعية يبدو ماضيا الآن في اتجاه لا يوصل إلى أي مكان ما يظهر الآن أو ما يظهر الآن يشير إلى أن البحث عن حل شامل للأزمة اليمنية توقف لمصلحة البحث عن صفقات تسوية صغرى لا تنهي الحرب ولا تجلب سلاما دائما على الطريقة التي يريدها اليمنيون بعد حرب مدمرة قدموا فيها تضحيات جسيمة المبعوث الأممي يبدو منذ أشهر منهمكا في البحث عن مصير ميناء الحديدة وربط مصيره بالبنك المركزي وقضية الرواتب على النحو الذي تشير إليه إفاداته الأخيرة أمام مجلس الأمن وهو ما يعني بوضوح أن الأمم المتحدة لا ترى أفقا لحل قريب وأن المجتمع الدولي قد انصرف لتثبيت حلول جزئية في ظل حرب تبدو بلا نهاية على الهامش أيضا تدور أحاديث عن انصراف الأطراف الفاعلة في الأزمة اليمنية للبحث عن حلول خارج سياق المعادلة المعروفة للأزمة والقائمة أساسا على منطقة أو على منطق شرعية وانقلاب وما دام مجلس وما دعم مجلس انتقالي في الجنوب مشابه لذلك الذي أعلنه الانقلابيون في صنعاء وأحاديث عودة نجل الرئيس المخلوع التي تناقلها بعض المصادر الإعلامية وترتيبات وعادة بناء حزب الرئيس المخلوع سوى إشارات لذلك التوجه الذي ينفي الجميع دعمهم له وإن كان بعض النفي تأكيدا كل هذا يجري في حين يبقى اليمنيون خارج السياق في وضع يشبه لحظة سقوط عاصمتهم بيد ميليشي الحوثي والمخلوع قبل ثلاثة أعوام لا يدركون حقيقة ما يجري في ظل صمت مطبق وعجز محير من سلطتهم الشرعية إلى أين يمضي مسار الحل السياسي بعد تعثر الحسم العسكري وما مصير صفقات التسوية الجزئية ومدى قابليتها للتطبيق وأين السلطة الشرعية من كل هذا هذه التساؤلات وغيرها نضعها لنقاش مع ضيفين الكريمين وكل وزارة الإعلام عرفات مدابش من القاهرة ومن عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع أرحب بكم أضيفي الكريمين وأبدأ معكم بالسؤال المشترك مع الأستاذ عبد الناصر المودع هل يبدو أن الحل السياسي قد وصل إلى طريق مسدود وما يجري الآن يأتي في سياق البحث عن صفقات تسوية جزئية مساء الخير أخ بشير وتحية لك وللأخ عرفات لا يبدو ليس هناك من أفق لا لحل صغير ولا لحل كبير حتى الحلول الجزئية ليس لها أي أفق الحديث الذي يدور حول ميناء الحديدة ومقايضته بالرواتب يبدو هذا الحل أولا ليس الأطراف جميعها مستعدة لمثل هذا الحل من جهة أخرى هذا الحل أيضا يبدو بعيد المنال ولهذا نحن في حالة اللا أفق كما ذكرتها في تقريرك ليس هناك من أفق سياسي للعملية كلها العملية العسكرية هي في حالة جمود هناك فقط بعض العمليات التي توحي بأن الحرب لا زالت مستمرة ولكنها لا تحقق ويدرك من وراءها أنها لا تحقق أي اختراقات استراتيجية أو أنها ستحدث أي تغيير على الأرض الوضع في حالة ضبابية شديدة التعقيد هو أكثر مما كان عليه في الماضي هناك مشاكل في الجنوب وفوضى سياسية عارمة هناك فوضى سياسية في تعز وأمنية في تعز نعم أستاذ عبد الناصر نكتفي بهذا القدر من الإجابة اسمح لي أن أوجه نفس السؤال للأستاذ عرفات مدابش وكيل وزارة الإعلام أستاذ عرفات أيضا نفس السؤال هل يبدو أن الحل السياسي قد وصل إلى طريق مسدود وما يجري الآن يأتي في سياق البحث عن صفقات تسوية جزئية أستاذ عرفات هل تسمعني إذن إلى أن يتم الإصلاح هذا الخلل مع الأستاذ عرفات مدابش وكيل وزارة الإعلام نذهب لفاصل قصير ومن ثم نبدأ النقاش ترجمة نانسي قنقر حياكم الله ومشاهد الكرام ونبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ عبد الناصر من جديد من عمان أستاذ عبد الناصر إذن إلى أين يمضي الحل السياسي كبداية لهذه الحلقة نفتتح بها منك تفضل كما ذكرت لك الحل السياسي ليس هناك من أفق للحل السياسي الحل السياسي الذي كانت تصر عليها الحكومة اليمنية وهو تطبيق المرجعيات الثلاث هذا الحل غير واقعي منذ البداية كان غير واقعي المبادرة الخليجية نعرف أنها لم يعد شيء من بنودها مطبق حاليا كان هناك المبادرة الخليجية قامت على عملية تقاسم السلطة بين المؤتمر وبين المشترك خروج حكومة باسندوة والإتيام بحكومة جديدة كان هو بمثابة إعلان الوفاة الرسمية للمبادرة الخليجية لأن هذا هو جوهر المبادرة الخليجية بعد ذلك حدث أشياء كما تعرفها ويعرفها الجميع وبالتالي لم يعد من المبادرة الخليجية شيء يذكر بحيث أننا نقول بأنها مرجعية مخرجات الحوار عبارة عن 1700 قرار وبند أشبه بمخرجات ورشة عمل وليست مخرجات مؤتمر حوار بها أشياء كثيرة متناقضة بعضها أيضا لم يعد صالحا بعد مرور هذه الفترة من السنين والحرب أيضا القرار 2216 هذا القرار عمليا يعني أن الحوثيين وصالح عليهم الاستسلام وهذا الأمر لا يمكن تخيله في ظل موازين القوى الحالية وبالتالي هذه المرجعيات لم تعد عمليا صالحة لأن تكون مرجعيات الحكومة ظلت متمسكة بها بهدف إطالة النزاع ليس بهدف الخروج بتسوية لأن الحكومة والسلطة الحالية ترى بأن أي تسوية حقيقية في اليمن ستخرجها معظم من في هذه السلطة ليس لديهم من سند حقيقي ومن قوة فاعلة على الأرض تجعلهم يكون جزء من صفقة سياسية أو من عملية سياسية في المستقبل ولهذا من مصرحتهم إبقاء الوضع على ما هو عليه خلال هذه الفترة يرتبون وضعهم الخاص يرتبون وضعهم وضع سرهم يستفيدوا من حالة اللا دولة التي يغنمون مكاسبها ولا يتعرضون لمخاسرها بمعنى أنهم صلى الله عليه وسلم أبد الناصر هؤلاء لا تقصد من في الحكومة الشرعية أم الإنقلابين أم من من الرئيس هادي وحتى أدنى موظف معظم هؤلاء هم فقط بيكسبوا من السلطة ولا يتحملوا أي مسؤولية تخيل أن حكومة تعيش في خارج البلد لا تخشى لمظاهرات ولا تخشى انقلاب عسكري ولا تخشى شيء في حال تشد عليها الحكومة اليوم في سعد الناصر اسمح لي الحكومة اليوم في عدن ورئيس الحكومة يباشر مهام من عدن بالأمس كان هناك تحركات ميدانية كبيرة افتتح محطة الحسوى وتزويد عدن بمئة ميجاوات هناك التحرك في أكثر من مؤسسة لتثبيت أركان الدولة ليس هناك من تحركات حقيقية هؤلاء يعيشون في منطقة جغرافية صغيرة لا تتعدى مئة الأمتار وليس لديهم أي سلطة حقيقية داخل عدن نفسها داخل عدن نفسها لا يستطيعوا أن يغيروا مدير قسم الشرطة في أي منطقة داخل عدن وبالتالي هذه ليست سلطة حقيقية أيضا ما يحدث من افتتاح بعض المشاريع تأتي أيضا بشكل انتقائي الحديدة ومناطق تهامة كلها ليس بها أي كهرباء ولم يلتفت لهم أحد وكل الاهتمام فقط على عدن نحن لا يعني هذا بأنه لا يجب أن يهتموا بعدن ولكن مثل ما يهتموا بعدن يهتموا بالمكلة يهتموا بشبوة يهتموا بالحديدة يهتموا بكل تعز مدينة تعز نفسها فحتى هذه المشاريع هي مشاريع أكثرها مشاريع علاقات عامة وليست مشاريع دولة في المجمل ليست هذه السلطة السلطة الحقيقية هي سلطة يكون لها دواوين وزارة ويكون لها عاصمة حتى الآن لا توجد عاصمة للجمهورية اليمنية ما يقال بالعاصمة المؤقتة هذه ليست عاصمة مؤقتة هذه عاصمة يرفع فيها علم الإنفصال وتدار بشكل فعلي من قبل الإنفصاليين ولا تدار من قبل حكومة الجمهورية اليمنية محافظ عدن لم يستطع أن يواصل عمله من داخل مقر المحافظة لأن المحافظة السابق وأنصاره يمنعونه من الدخول إلى هذه المحافظة وهذا يشير إلى حالة اهتراء الدولة عندما لا تكون هناك عاصمة لا يكون هناك مؤسسات للدولة لا يكون هناك دواوين للوزارات تبقى عبارة عن حكومة أو سلطة هلامية سلطة فقط لديها الختمة الشرعية هذا الختم هو فقط ما تمتلكه اعتراف العالم الخارجي بها لو انسحب الاعتراف العالم الخارجي بها هذه السلطة تجد نفسها في عشية وضحاها لا تمتلك أي شيء وبالتالي هذه السلطة بهذه الوضعية من مصرحتها أن يبقى الوضع على حاله لأنها تدرك بأنها ستخرج في أي عملية سياسية حقيقية أو حتى في انتصار عسكري حقيقي لأنه لو حدث حتى الانتصار حقيقي لن يتم بقوات تتبع هذه الحكومة سيتم عبر قوات غير هذه القوات جزء من هذه الحكومة وتحديدا حزب الإصلاح لديه وجود على الأرض لكن غير حزب الإصلاح هؤلاء ليس لديهم أي قوة فعلية على الأرض وبالتالي ليس من مصرحتهم لا حسمها عسكريا ولا حسمها سياسيا نعم طيب صلى الله عليه وسلم نصر قبل أن نتوسع بهذا المحل يتحدث عن الحكومة ودورها وتواجدها وهل هي فاعلة أم لا إلى أن نتمنى أن يعود معنا ضيفة الآخر لسل عرفات مدابش وكير وزارة الإعلام نتحدث عن ولد الشيخ وأيضا إفادتها الأخيرة والبحث ربما عن حلول جزئية والابتعاد عن الحل الأساسي للقضية اليمنية وهي عودة الشرعية وإنهاء الإقلاب لماذا برأيك تحول مسار المفاوضات أو سعي جهود ولد الشيخ إلى هذا المنحة نعرف قبل عدة أشهر كان هناك حديث يدور حول الاقتحام الحديدة وعملية عسكرية في الحديدة وكانت هناك تحذيرات من قبل الأمم المتحدة ومن قبل جميع الدول الكبرى تقريبا بعضها كان بشكل علني ومباشر وبعضها كان بشكل سري حذروا من أي عملية اقتحام أو من أي عملية عسكرية في الحديدة لأختارها الكثير الإنسانية تحديدا ولهذا تم التركيز على قضية الحديدة وتم اقتراح منذ أشهر من قبل المبعوث الأممي بأن يتم تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة مقابل أن ينسحب الحوثيين والقوات التابعة لصالح من بعض الأماكن في الحديدة وكان الحديث يدور حول الميناء الحكومة قالت بأنها مستعدة أن تقبل في حال الانسحاب من الحديدة لم يتحدث أحد عن الانسحاب من الحديدة ولا يمكن الحوثيين أن ينسحبوا من الحديدة ولا حتى من الميناء في أفضل الأحوال ربما ينسحبوا من الميناء انسحاب شكلي وهذا لا يعني شيء لا يعني شيء الكثير هم أرادوا أو جناح صالح في صنعاء قبل بهذه المبادرة بأن ينسحبوا من الميناء مقابل أن تلتزم الحكومة بتسليد الرواتب وفي نفس الوقت الحديث يتم حول أن يتم توريد جميع الموارد من الميناء إلى الحكومة الشرعية أو إلى البنك المركزي هذا الأمر كما ترى الحكومة لديها رغبة أخرى غير الرغبة التي وضعها أو غير الأمر الذي وضعه ولد الشيخ هل هي رغبة أم شرط صلى أبد الناصر هل هي رغبة من الحكومة أم هو الشرط يعني للقبول لأي انفاوضات هو الشرط وضعته بصيغة الشرط بأنه في حال انسحبت من الحديدة طبعا كما ذكرت لك لا يمكن الحوثيين أن ينسحبوا من الحديدة ولا حتى من أي منطقة بعيدا عن الحوثيين ينسحبوا يعني يقبلوا هذا الأمر أم لا لكن إذا تحدثنا عن توجه المجتمع الدولي الممثل بالمبعوث الأممي هل هذا يعني أن المجتمع الدولي قد توقف عن البحث عن حل شامل للقضية اليمنية وبدأ يبحث عن حلول جزئية هامشية الرواتب ميناء الحديدة طبعا هذه كلها هي تشير إلى أن العملية السياسية فاشلة حتى الآن لأن المبعوث الأممي ومنذ أكثر من عامين لم يستطع أن يحقق أي اختراق ولو حتى في الأمور الهامشية في قضية المعتقلين وحتى أسماء المعتقلين لم يستطع أن يحصل من الحوثيين على أسماء المعتقلين أو مصيرهم وبالتالي العملية برمتها وصلت إلى طريق مسدود منذ فترة طويلة الآن يحاول المبعوث الأممي الحصول على مكاسب ولو جزئية بحيث أن يتمكنه من القول بأنه حقق إنجازات وهو عادة قبل إحاطته الدورية لمجلس الأمن يبحث عن شيء ما يذكر مجلس الأمن بأن هناك شيء على الأرض يتحرك لكن من يعرف الأمور بشكل واضح يجد أنه ليس هناك من حركة في إحاطته الأخيرة قال بأن الحوثيين قبلوا بالتواصل معه لأنه في السابق لم يكونوا قابلين بالتواصل معه وأشار بأن هذا القبول وكأنه إنجاز وهذا أمر طبعا يشير إلى أي درجة وصلت الإنجازات أن قضية مجرد أنهم سيتواصلون معه ومستعدين للإلتقاء به اعتبره المبعوث إنجاز فكيف هي القضايا الكبرى القضايا الكبرى أصبحت تقريبا معطلة تماما الكل يتوقع أو منتظر شيء ما سيحدث غير ما هو حاصل على الأرض نعم بسلام أبد الناصر كانت هناك ربما الكثير من المبادرات مقترحات كيري ثم المبادرة الألمانية والآن أخبار عن ولد الشيخ يعني عن مبادرة فرنسية التقابل الفرنسيين لكن جميع هذه المبادرات جميع هذه الرؤى التي تطرح لم ترى النور أين هي العقدة أين تكمن بالضبط العقدة أن هذه المقترحات لا تنبع من فهم واقع حقيقي وموضوعي لجوهر المشكلة في اليمن جوهر المشكلة في اليمن أن هناك فراغ في السلطة هذه هي المشكلة الأساسية أن هناك فراغ في السلطة وهذا الفراغ ممتد منذ وصول الرئيس هادي استمر هذا الفراغ يتفاقم ويتم ملؤه من قبل قوى غير شرعية إلى أن وصل الأمر إلى أن سلمت صنعال الحوثيين وسلم الجنوب للانفصاليين من قبل هذه السلطة وبالتالي تظل المشكلة الأساسية أن من يمثل الشرعية أو الشرعية بحد ذاتها تواجه خلل هذه الشرعية لا تمتلك لا المؤهلات الذاتية ولا الموضوعية لأن تكون سلطة شرعية بمعنى أن الناس يضعونها في جهة ويضعون الانقلابيين في جهة أخرى وبالتالي يلجأون ويحتمون بهذه السلطة هذه السلطة هي من الضعف ومن الاهتراء ومن الفساد ومن سوء الإدارة الشيء الكثير الذي يجعل نعم بسعد الناصر ولكن لو قارننا مع كل المساوى التي طرحتها بما يخص الحكومة الشرعية لكنها ربما لا تقارن واحد بالمئة من المشاكل ومن الأوضاع التي أوصلت فيها الميليشيا والانقلابيين البلدي لهذا الحد كما تعلم الحكومة الشرعية رغم الظروف الصعبة التي تحطبها من كل جانب حتى إقليميا ودوليا لكنها تعمل بالحدود الدنيا وتحاول أن تكون حاضرة ولا زالت أيضا تقاتل وتسلم الرواتب بالحضرات التي توفر أدنى الأخدمات على الأقل في المحافظات المحررة أنا لا أقارن بين الحكومة الشرعية وبين الانقلابيين الانقلابيين أنا لن أطالبهم بأي شيء لأنهم هؤلاء انقلابيين هؤلاء لا يمثلوني ولا أريد أن يمثلوني ولا أعتبرهم سلطة الشرعية أنا أتحدث عن السلطة الشرعية التي من واجبها أن تقوم بما يجب عليها ولهذا ليس الموضوع موضوع مقارنة بين الانقلابيين وبين السلطة الشرعية من يسمعك ربما يفهم بأن هذا هو تلميع للانقلابيين بصورة أخرى وهو انتقادة الشرعية بهذه الصورة التي ربما لم تترك ولا أي وصف إلا وأطلقته عليها يا أخي هذه الشرعية هي الفريقة حقنا الفريقة الذي يلعب باسمنا أنا أوجه النقد لهذا الفريق الفريق الآخر يلعب لهدافه الخاصة التي هي أنا ضدها ولكن أنا من يمثلني من يدعي تمثيلي لا يقوم بالدور الحقيقي والدور المسؤول الذي مناط به وبالتالي أنا من حقي أن أنتقد هذا الذي يمثلني وأقول بأنه لا يصلح في التمثيل ولم يمثلني تمثيل الذي يجب ولو بالحدود الدنيا يا أخي أي حكومة تدعي أنها حكومة مسؤولة وشعبها يقارب العام لا يسلموا رواتبهم معظم الموظفين لا يسلموا رواتبهم تحت أي مبرر وتحت أي صفة لا تسعى بأي جهد من لإعطاء الرواتب للموظفين حكوميين هؤلاء ليسوا حوثيين ممكن أنها تمنع من يقاتل في صفوف مع الحوثيين في الجيش أو الأمن ولكن ماذا يعني حتى المتقاعدين لم يسلموا رواتبهم هذه حكومة لا تحمل درة من المسؤولية لو كانت تحمل درة من المسؤولية لما ظلت تتأمل شعبها وهو يموت بالكليرا ويموت من الجوع ويموت من الفقر وهي لم تتدخل وتتحجج لي بحجة غير صحيحة وغير واقعية تتحجج بحجة الموارد موارد ميناء الحديدة لا تكفيح موارد ميناء الحديدة في أحسن الأحوال لا تصل إلى عشرة مليار ريال في الشهر وهذا لا يكفي ولا عشرة مليار ريال ما الذي بأيديه من وجهة نظرك ولو استغلوه ربما لقدموا العديد من الخدمات للناس ولكن حضور الدولة أكبر وخدماتها أوسع يا أخي هذه الحكومة تسيطر على المصادر الرئيسية للثروة في اليمن وهو النفط والغاز إضافة إلى ذلك العالم الخارجي لو كانت هذه الحكومة تتصرف بمسؤولية وبأخلاق وبحس إنساني مع شعبها تضغط على دول التحالف بأن تدخلها في ميزانيتها ما يكفي لدفع الرواتب على الأقل هذا هو أقل القليل الذي على هذه الحكومة أن تقوم به عليها أن ترتب أوضاعها في مناطق النفط والغاز لتعيد تفعيل هذه الموارد الأساسية والضرورية وتضخها في اقتصاد الدولة بل حدود الدنيا نحن لا نطالبها مطالب مستحيلة ما دامت هذه الحكومة تتولى هي المسؤولية عليها أن تقوم بها ولو في الحدود الدنيا لا أن تقول بأنها لن تسلم هذه الرواتب حتى تأتيها إرادات الموانئ أو ميناء الحديدة الذي هو إرادات تدرك الحكومة نفسها أنها إرادات ضئيلة ليست بالقدر الذي سيغير المعادلة الاقتصادية من ميزانية عام 2014 كل إرادات ميناء الحديدة كان بحدود التسعين مليار ريال بمعنى أنه في أفضل الأحوال لن تصل الإرادات إلى مية مليار ريال وفي السنة نتكلم في السنة وبالتالي هذه الإرادات لا تغطي ولا جزء بسيط من رواتب الموظفين وبالتالي على هذه الحكومة منذ تسعة شهر عندما نقلت البنك المركزي كان عليها أن تلتزم بدفع رواتب الموظفين تعرف أخي العزيز أن رواتب الموظفين ليس في المناطق فقط التي هي تحت سيطرة الحوثيين ولكن تحت سيطرة الحكومة الشرعية لا زالوا حتى الآن جزء كبير من الموظفين لا يستلموا رواتبهم بشكل منتظم قبل فترة سمعنا بأن الحكومة بدأت تصرف رواتب شهر واحد واثنين للجنود العاملين والذين يقاتلون في الجبهات أي حكومة مثل هذه تتصرف بهذا الشكل هذا يشير إلى ضعفها الفني وعدم أخلاقيتها لا يمكن لحكومة أن تتصرف هكذا تجاه شعبها يا أخي نعم كنت أتمنى أن يكون معنا وكيل وزارة الإعلام وقد كان معنا في بداية الحلقة لكن ربما مشكلة ما حدثت في التواصل معه ويعني اعتذر عن الحلقة الآن وكنت أتمنى أن يكون موجود حتى يجيب على كل التساؤلات وكل الانتقادات التي تطرح على الحكومة الشرعية لكن للأسف غادرنا طيب إذا انتقلنا إلى سد عبد الناصر إلى مسألة الآن الواحظ أنه تعثر الحل العسكري وتوقف أيضا الحل السياسي يعني كما تحدثنا أيضا قبل قليل أنه عبارة عن إنتاج لتسويات صغيرة هل الآن المجتمع الدولي بات يعني يهيئ الأرضية للقبول بهذا الوضع في اليمن يعني الانقلابيين لديهم سلطة والحكومة الشرعية في المناطق المحرر لديها سلطة وستسمح باستمرار هذا الحال طبعا المجتمع الدولي ليس المعنية الأول بشون اليمن المعنية الأول بشون اليمن اليمنيون أنفسهم هم المعنيون بشؤون بلدهم ويأتي بعد ذلك الأخوة في التحالف وتحديدا المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية ليس من مصلحتها أن يبقى الوضع على ما هو عليه كما أنه ليس من مصلحة اليمنين أن يبقى الوضع على ما هو عليه ليس هناك من سلطة وليس هناك من انقلاب لا الحكومة التي هي السلطة بتمارس سلطاتها الفعلية حتى في المناطق التي هي تحت سيطرتها ولا أيضا الإنقلابين يقوموا بدورهم ولا نطلب منهم أن يقوموا بدورهم بشكل عام ليس المطلوب من الإنقلابين أن يقوموا بدورهم ما هو المطلوب هو أن تقوم الحكومة الشرعية بدورها وبالتالي ليس من مصلحة المملكة السعودية أن تستمر هذه الحرب لأن هذه الحرب هذا الشكل هي أشبه بمستنقع هذا هو ما تريده إيران إيران لن تجد وضع مثالي كما هو الحال عليه في اليمن الآن إيران يقال بأنها ربما تنفق الدولار مقابل أكثر من 100 دولار تنفقه دول التحالف في اليمن وبالتالي هي لا تخسر إلا الشيء القليل أو ربما لا تخسر شيئا في اليمن مقابل حالة الحالة العسكرية الجامدة والسياسية الجامدة والذي هي أشبه بمستنقع هذا الوضع لا يمكن للسعودية أن تستمر الحال عليه في نفس الوقت لا يمكن أيضا القبول لا يمكن محليا ولا أكلمين القبول والإقرار بالوضع على حاله لا يمكن الإقرار هذا الوضع وضع فوضوي حتى في حالة الإنقلابات النمطية تكون هناك سوطة إنقلابية كالسيطرة على الدولة نعم سيد عبد الناصر لا يمكن للسعودية كما تحدثت ربما هذا الكثير من يتحدث عن هذه النقطة أن تترك الوضع كما هو على حالها الآن في اليمن لكن ما هو على أرض الواقع يؤكد بأنها تريد أن يستمر الوضع في اليمن بهذا الحال لا لا أعتقد ذلك السعودية من مصلحتها أن يحسن الأمور منذ فترة طويلة من يمنعها من الحش مصر عبد الناصر من خلال متابعتك لليمن وملف اليمن والأزم اليمني يعني الملف اليمني معقد وشائك وكان منذ البداية السعودية عندما دخلت بدون رؤية واضحة بدون فهم حقيقي للأوضاع في اليمن دخلت السعودية إلى هذه الحرب وتم تتويهها من قبل اليمنين كثير من الأطراف اليمنية وجدت في هذه الحرب فرصة لتقوية مراكزها وكان من أخطر هؤلاء هم الانفصاليين الانفصاليون وجدوا في هذه الحرب الفرصة المناسبة ليقوموا مركزهم ليخرجوا جميع قوات الجيش اليمني من الشمال وأن ينشؤوا جيوشهم وهم إلى حد كبير حققوا هذا الهدف هذا الهدف حرف السعودية عن هدفها الرئيسية السعودية لم تتدخل في اليمن لتقوي هذا الطرف وتضعف هذا الطرف بقدر ما تدخلت بهدف إضعاف النفوذ الإيراني وإضعاف وكيلهم الحوثي أو دحر الحوثي وهزيمته الدفع بإنشاء مجلس انتقالي من أحد أعضاء التحالف العربية الفاعلين الإمارات على وجه التحديد ودعم هذا المجلس إذن كيف يمكن فهم الأمر؟ هل السعودية تتماهى مع هذا التوجه الإماراتي لدعم الإنفصاليين؟ يعني الجميع في حالة توهام بما فيهم دول التحالف وأهدافهم ليست واضحة تماماً البعض هناك من يعتقد من يزين أن الإنفصال ربما يكون أو إيجاد سلطة في الجنوب لصالح الإنفصال ربما تخدم المشروع الخليجي ضد التمدد الإيراني ولكن هذا ما تريده إيران إيران تريد بالضبط هذا الهدف تريد أن تجزئ اليمن تريد أن تبقي سلطة مثل الحوثيين مسيطرين على أهم منطقة في اليمن بما في ذلك العاصمة هذا هو الذي تريده إيران ولسوء الحظ أن غياب الرؤية لدى دول التحالف وتحديداً للسعودية جعلهم يتماهون مع المشروع الإيراني لأنه كما تعرف أخي العزيز بأن إيران كانت تدعم في نفس الوقت تدعم قناة عدن لايف الإنفصالية وتدعم في نفس المبنى ربما ومن نفس الشخص بتمول قناة المسيرة وقناة الساحات وهذه القنوات الثلاث في الظاهر لديها أهداف متعارضة ولكنها تتماشى مع الهدف الإيراني وهو إيجاد دولة رخوة دولة مفككة في اليمن تستخدمها لتضربها خصومها في المنطقة وتحديداً للسعودية إن شاء المجلس الانتقالي الانفصالي في الجنوب يحقق لإيران هذه الغاية ولهذا الحوثيون وإيران هم في حالة مريحة جداً لأن خصومهم وفروا لهم الكثير من الجهد بإخطائهم كيف يمكن لخصم تقليدي الملوكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أن تهدي إيران هذه المنحة أو هذه الجائزة وتقدمها على طبق من ذهب؟ أنا أقول حالة التوهان حالة غياب الرؤية الواضحة غياب الرؤية الواضحة جعلهم يتوهون ويدخلون في قضايا فرعية هناك لوبي انفصالي قوي في الإمارات وربما في السعودية كانوا وراء هذا المسعى ولا زال هذا اللوبي له تأثير على صانعي القرارات في هذه الدول ولكن من يتأمل أهداف الاستراتيجية للسعودية تحديداً يجد بأن ليس من مصلحتها قيام المجلس الانفصالي أو تفكيك اليمن من مصلحة السعودية حكومة مركزية قوية هذا الجناح لا يتحدث عن نصر أبد الناصر ربما كان السبب في إسقاط الدولة ودخول الميليشيا إلى العاصمة صنعاء ربما بنفس الدرائع ووصلت اليمن وأوصلت الخليج والمنطقة إلى هذا النقطة وقام تحالف عربي وكل هذه الخسارات وكل هذا الدمار اللي حاصل في اليمن ربما بسبب هذه الرؤية ألم يتعلموا من الدرس والآن ربما الكثير يتحدث بأنه يعاد نفس السيناريو اليوم في الجنوب ما حدث لصنعاء قبل دخول صنعاء ويعني هو عبارة عن التجيش المظاهرات ثم بعد ذلك الخطوة تصعيدية عسكرية ثم بعد ذلك الانقضاء على مؤسسة الدولة والسيناريو ربما الآن بنفس المسار وبنفس الآليات تنفذ في الجنوب ولكن باسم الانفصال يعني طبعا المسارين التاريخين مختلفين وأنا لست مع هذا الرأي تماما ربما في تشابه في بعض المعطيات ولكن نعرف دخول صنعاء كيف تم ونعرف التسهيلات التي قدمها الرئيس هادي منذ تحرك الحوثيين من صعدة ودخولهم عمران وذهابه إلى عمران ومباركته لهم ثم تسهيله دخولهم عمران وهذا الأمر أنا أجزم وأؤكد بأنه لم يكن برغبة أو من السعودية كما يحلو للبعض أن يقول السعودية منذ أن دخل الحوثيون وتحديدا بعد دخولهم عمران عرضوا على الرئيس هادي مساعدات عسكرية ومالية ليمنع الحوثيين ولكنه لأسباب كثيرة فضل أن يسمح للحوثيين إذن كيف تقرأ ما يدور في الجنوب الآن؟ ما يدور في الجنوب الآن يبدو أنها حالة التوهان كما ذكرت لك ربما يكون للإمارات أجندة مختلفة عن الأجندة السعودية ولكن في الوقت الحالي السعودية لا تريد ليس من مصلحتها أن تدخل في مواجهة مع الإمارات في أجندتها هي محتاجة للإمارات تعرف أن الإمارات لها نفوذ ووجود واسع في المناطق الجنوبية وفي حال انسحبت الإمارات من هذه المناطق ستترك فراغ ليس للسعودية ليس لها ولا لحلفائها القدرة على تعبية هذا الفراغ من الناحية السياسية والعسكرية وأقول السياسية بمعنى في حساسية كثيرة ربما من الناحية العسكرية ربما تعبية هذا الفراغ ولكن من الناحية السياسية والعسكرية والإدارية أمور كثيرة ولكن أعتقدنا في نهاية المطاف لو وجدت سلطة شرعية تتعامل مع الحلفاء بن الدية وليس تعامل التابع حكومة شرعية لديها مشروع يتماشى مع الهدف العام السعودي وهو أمن والاستقرار اليمن ووحدة اليمن ويتعامل معهم كشريك وفي هذه الحالة تكون السعودية مع هذه السلطة شركة في تحقيق هذا الهدف هذا الهدف في نهاية المطاف أعتقد أن السعودية حتى لو حدث توهان هنا وهناك في نهاية المطاف السعودية ستجد أن من مصلحتها يمن واحد مستقر قادر على أن يخفف عنها العبء الأمني والاقتصادي والسياسي هل باعتقادك ربما تفرط المملكة العربية السعودية بهذا الشرط الذي تتحدث عن أن وحدة اليمن هو الأنفع والأصلح للسعودية أمنياً وسياسياً واقتصادياً وما شابه بالطبع يعني السعودية لا يمكن لأي عاقل أن يدرك إلا أن من مصلحتها أن يكون اليمن واحد اليمن فيه سلطة حكومة مركزية قادرة على أن تضبط معظم اليمن وتحديد المناطق الاستراتيجية أن تكون قادرة على استخراج الموارد الأساسية التي تخفف عنها العبء لأنه على افتراض بقت حالة الفوضى على ما هي عليه حتى تظل السعودية مضطرة بأن تعيل هذه السلطة والسلطات الكثيرة التي الآن تتوسع وتقوى في داخل اليمن على السعودية أيضاً أن تظل هذه الحرب مستمرة وهذا يخلق لها عبء مالي وسياسي ودعائي مضاد في العالم كله العالم كله يحمل جزء كبير من العالم يحمل السعودية بما آلت إليها الأوضاع وبالتالي ليس من مصلحة السعودية أن تستمر الحرب أو أن تبقى الأوضاع على حالها من الفوضى الحديث الآن الذي تم تداوله هذا الأسبوعين الأخيرين عن عودة نيل المخلوع وربما لعمل تسوية معينة في الشمال وتسوية معينة في الجنوب هل باعتقادك هل هذه التسويات قادرة فعلاً على الحياة في ظل هذه المعطيات التي تحيط بالأزمة اليمنية وأيضاً إقليمياً ودولياً يا أخي في حالة الفوضى تكثر الاجتهادات وتكثر الطروحات التي هي في حقيقتها طروحات غبية لا يمكن عودة أحمد علي صالح لليمن كما يتم الترويج له أحمد علي عملياً أصبح من الماضي أي عودة له ستكون عودة أمير حرب جديد أحمد علي مؤهلاته أن يكون أمير حرب يضاف لأمراء الحروب الحاليين الحديث يتم وكأن علي عبد الله صالح هو الحاكم الآمر الناهي في داخل صنعاء من يأمر وينهي في داخل صنعاء هم الحوثيون والحوثيون بالنسبة لهم أحمد علي لا يمثل شيء ولا يمكن أن يسلموا أي شيء هم لم يسلموا هذه الحكومة التي اتفقوا مع علي عبد الله صالح على إقامتها أي سلطة فكيف سيسلموا أحمد علي أي سلطة تقس من سلطتهم هذا كلام لناس لا يفهموا طبيعة الأوضاع في اليمن ربما تطرح اجتهادات من هنا وهناك لناس لا يفهموا طبيعة اليمن أكانوا محليين أو أكانوا أجانب وخواجات هؤلاء ربما يعتقدون بأن أحمد علي لا زال لديها القدرة ولديها السلطة ولديها الحرس الجمهوري وكل هذه القوات بيده وكأن الأمر من خمس سنوات لم تحدث مياه كثيرة تجري تحت جسر اليمن أحمد علي الآن في وضع وقف جدا ربما يأتي هذا من منطلق بأنهم شركاء هم شركاء في الإنقلاب وربما يتفقوا حول تسوية معينة شركاء في حكم البلد في المستقبل يا أخي هؤلاء ليسوا شركاء حتى لو كانوا شركاء هما أنا أسميها شراكة الثعابين أحمد علي عبدالله صالح أجندة تختلف تماما عن الحوثيين الحوثيين لم يقاتلوا ولم يدخلوا إلى صنعاء ليسلموا السلطة لأحمد علي عبدالله صالح أو لعلي عبدالله صالح من حين دخولهم صنعاء وحتى الآن وهم يقسقصون جميع أجنحة علي عبدالله صالح علي عبدالله صالح لم يعد له سلطة الأمر والناهي من يعتقل في داخل المناطق السيطرة الحوثيين هم الحوثيين من يفرج عن الناس هم الحوثيين حتى من يبادر في الأعمال العسكرية في الأغلب الأعام هم الحوثيين في بعض الجبهات هناك وجود للحرس الجمهوري ولكن ورغم هذا هم تحت رقابة وعين الحوثيين الحوثيين هم المسيطرين فعليا على السلطة علي عبدالله صالح لا زال لديه شعبية ولا زال لديه أنصار في هذه المناطق ولكن من يمتلك السلطة هم الحوثيين من يمتلك أيضا الرغبة في القتال هم الحوثيين ولهذا لا يمكن تخيل بأن هؤلاء سيقبلون بعودة أحمد علي بأي صفة سيقبلون به معقول هؤلاء يحاربوا وقاتلوا من أجل أن يعود أحمد علي للسلطة هذا كلام غير منطقي وغير واقعي نعم طيب صالح عبدالناصر انتهينا من الوقت ولم يبقى ربما سؤال أخير نختم به هل فقدت السلطة الشرعية صالح عبدالناصر كل خياراتها لمواجهة الحالة القائمة وصراع الإرادات من حولها في اليمن كما ذكرت صراع الإرادات يحتاج إلى قوة أنت في سوق سياسي إن لم يكن لديك موارد فأنت لا تستطيع أن يكون لك وجود في هذا السوق وبالتالي عندما تجد هذه السلطة الشرعية ماذا تمتلك ماذا تمتلك على الأرض هل الذين يقاتلون تحت مضلة هذه السلطة هم فعلا تابعين لهذه السلطة أم أنهم فقط يستخدمونها وهم تابعين لقوة سياسية كانت حزبية أو كانت جهوية أو كانوا أمراء حرب وبالتالي هذه السلطة ليس لديها سلطة فعلية حقيقية على الأرض تمكنها من أن تكون لاعب أساسي هي فقط تمتلك ختمة شرعية وتمتلك الدعم السعودي واعتراف العالم الخارجي نتيجة الدعم السعودي وبالتالي لو سحبت السعودية عن هذه السلطة الشرعية دعمها السياسي ودعمها القانوني ودعمها المادي لا تمتلك هذه السلطة أنا أقصد الرئيس هادي والحكومة بمسمياتها المختلفة صحيح بعض القوى السياسية لديها وجود على الأرض ولكن هذه السلطة ستنهار أول ما تتوقف عنها الدعم الخارجي وبالتالي سلطة لا تعتمد على وجود فعلية ولكنها الشرعية الوحيدة سعد الناصر نعم لكنها شرعية الوحيدة والتي يجب علينا جميعا كيمنيين هي فقط تخافض عليها لأنه بدونها ربما البلاد ستأخذها أوضاء أسوأ ليس بالضرورة لا لا ليس بالضرورة يا أخي إذا كانت هذه السلطة الشرعية مكنت الحوثيين وبتقويهم وتقوي الانفصالين وتفكك اليمن علينا أن نبحث عن شرعية بديلة الشرع البديلة ممكنة جدا عبد الربو منصور هادي أتى ليس بالانتخابات أتى بالاتفاق السياسي وبالتالي يمكن السبدال عبد الربو منصور هادي بشخص آخر أو بمجلس سياسي آخر من خلال الاتفاق السياسي جديد وبالتالي ليست اليمن ستبقى رهينة لهذه الشرعية العاجزة علينا أن نفكر ببديل لهذه السلطة إذا كانت هذه السلطة لم تكن بواجبها وهذا أكيد يعني لم يعد الأمر مجرد اجتهاد هناك كل ما هو على الأرض يشير إلى ضعف هذه السلطة وبالتالي علينا البحث عن شرعية بديلة تكون قادرة على مواجهة الإنقلابيين وغير الإنقلابيين لأنه ليس فقط الآن من يعبث باليمن هم فقط الإنقلابيين في الصنعة ولكن الإنقلابيين في عدن وفي غير عدن أشكرك جزيل الشكر لأستاذ عبد الناصر المودع المحلسة كنت معنا معنا شكرا جزيلا لك أيضا لصبرك معنا طوال الحلقة وللأسف كان معنا أيضا وكيل وزارة الإعلام لأستاذ عرفات مدابش لكن أدري ما هي الأسباب التي جعله يغادر عدم المشاركة في الحلقة لأسباب فنية تقريبا شكرا لكم مشاهدي أكرام على حسن المتابعة تقبلوا في اختم هذه الحلقة تحيى هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة كما هي لكم مني بشير الحارثي حتى الملتقى بحلقات جديدة حافظكم الله والوطن السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة